هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين مع الزيتون؟ إنها معجزة أكد فريق ياباني أن الميثيونين المكون الفعال الموجود في التين ليس له تأثير فعال إلا من خلال مسجه مع المواد المتوفرة في الزيتون قال الفريق الياباني إن أفضل نتيجة هي حبة تين مقابل سبع حبات زيتون فوائد التين والزيتون في مادة الميثادون وله فوائد كبيرة للجسم على النحو التالي 1- إمداد الجسم بالطاقة والحيوية التي تجعله في سن الشباب بشكل دائم خفض الكوليسترول وخاصة الكوليسترول الضر تحسين تمثيل الغذائي في الجسم وتقوية القلب القضاء على أعراض الشيخوخة والشيخوخة المبكرة 2- تنظيم مستويات ضغط الدم يحتوي ألتين على البوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ويحتوي على نسبة من السوديوم والتي يحافظ على نسبتها في الجسم حيث تؤدي زيادتها إلى الإصابة بأمراض القلب 3- إنقاص الوزن يساعد ألتين على إنقاص الوزن والحفاظ على ثبات الوزن الصحي لأنه غني بالألياف مما يجعله يشعر بالشبع عند تناوله ويقلل من الرغبة في الأكل 4- يحتوي التين على الألياف التي تنظم عمل الأمعاء وتحد من اضطرابات الهضم وبالتالي تقلل من حدوث الإمساك 5- وقاية المرأة من سرطان الثدي يفضل أن تتناوله المرأة بعد سن اليأس لهذا الغرض 6- بناء العظام يحتوي التين على الكالسيوم والمعادن اللازمة لبناء العظام وتقويتها وبالتالي حمايتها من هشاشة العظام 7- تحسين الرؤية لاحتوائه على فيتامين ألف فوائد الزيتون في بناء كرات الدم الحمراء لاحتوائه على عنصر الحديد 8- تحسين الرؤية وحماية العين من الإصابة بأمراض مختلفة مثل المياه الزرقاء واعتام عدسة العين والضمور 9- حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وحماية البشرة من السرطان والشيخوخة المبكرة والحفاظ على صحة البشرة ونظارتها لاحتوائها على فيتامين هاء والأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة 10- لتسكين آلام الجسم بسبب احتوائه على مادة أوليكثانال 11- يقل جسم من السرطان لأنه يعمل كمضاد للأكسدة ويقل جسم من الأكسدة المزمنة التي تؤدي إلى أمراض الجسم 12- تخليص الجسم من دهون البطن وتساعد على إنقاص الوزن عن طريق حرق الدهون في الخلايا الدهنية 13- يخفض مستوى ضغط الدم المرتفع ويقي من أمراض القلب 14- طريقة إعداد التين المجفف مع زيت الزيتون في المنزل 15- قم بوضع 30 حبة من التين المجففة في وعاء 16- قم بغمر التين بزيت الزيتون البكري بالكامل 17- أغلق الوعاء بإحكام 18- وتركه مغلقا لمدة 40 يوما 19- قم بفتح الوعاء بعد انقضاء الفترة المخصصة 20- وابدأ بتناول التين المجفف مع زيت الزيتون 20- ترجمة نانسي قنقر